عندنا أول حاجة علشان نستمتع بولادنا إن إحنا نعبر مشاعرنا وحبنا وحنالنا اليوم على طول سواء بالكلام أو بالحضن يعني في دراسة قالت إن الأهل اللي ما بيحضنوش ولادهم مرتين على الأقل في اليوم هم مقصرين ومش بيدوا الإشباع العاطفي لولادهم وكمان أنا لما بعبر لولادي عن حبي بخليهم هم كمان يعبروا عن مشاعرهم ويبقوا متزنين بس في نقطة مهمة جدا لازم لما بعبر عن مشاعره لولادي يقبع عبر عن حبي بس حب مش مشروط حب ما فيوش أي شروط يبقى حب صافي إن أنا أقول لهم مثلا أنا بحبكه علشان أنتو لحب المشروط إن أنا أقول لولادي أنا بحبكه علشان أنتو عملته الصح ومش بحبكه ده بقى الحب المشروط علشان أنتو عملته الغلط فبتلاقي بزدات الأطفال بيجي لهم حالة توهين بيعندهم حالة من عدم الأمان يا ترى الناس دي بتحبنا ولا لا وما بيعملوا كده ليه وبيقولوا كده ليه وحتى ما بيكبروا بيبقى برضو بيتعلموا يحب حب مشروط والحب المشروط على فكرة ليه علاقة بالتعلق لكن الحب الحقيقي بيبقى حب غير مشروط عندنا تاني حاجة عشان نستمتع بولادنا كمان الصداقة الحقيقية أنا هنا طبعا مش بقصد الصداقة اللي الأهل مسلا يجيبوا ولادهم إحنا أصدقائكم قولونا اللي في قلبكم حكولنا إيه رأيكم فينا ومجرد ما الولاد يتكلموا تتقلب عليهم الترابيز ممكن يتجري وراهم في الشقة كمان فطبعا لا مش هو ده قصدي خالص أنا قصدي صداقة حقيقية صداقة فيها شفافية صداقة زي اللي بتبقى بيننا وبين أصدقائنا الحقيقيين صداقة ليها كل معاني الصداقة إن أنا أحكي لهم زي ما هم بيحكولي متبادلة مش إن هم بس أنا عشان أعلمهم يحكولي لازم أحكي لهم وأخد رأيهم وكمان أخد برأيهم حتى لو صغيرين على فكرة الحكمة بتيجي من فطرة الأطفال بتبقى فطرة جميلة وبيدوا ممكن ساعات حلول الكبار ما يارفوش يدوها فده قد إيه أنا لو خدت برأيي ابني أو بنتي هديله ثقة في نفسه وهيخلوه يستمتع وقدي أنا هستمتع إن أنا عندي أصدقاء حتة مني بحكي لهم وبيحكولي وبسمعهم بسمعوني وباخد برأيهم وبعد كده هياخدوا برأيهم كمان وعندنا كمان نقطة بتترتب على ديه اللي هي تبادل الخبرات والتجارب هي الصداقة حجر الأساس لها وهو تفعيل للصداقة إن أنا أتبادل مع مع ولادي خبرات الخبرات بتاعتي والتجارب يعني أنا مثلا أحكي لهم مثلا تجربة مريت بيها حتى على فكرة لو أنا غلطانة بالتجربة دي أحكيها وأعترف إن أنا غلطت في التجربة دي وقعد أتكلم معاهم أنا تعلمت إيه عملت إيه ممكن نعمل معاهم كمان عصف ذهني إن هم كمان يقولوا رأيهم في التجربة ويقولوا لي تعلموا إيه ويقترحوا نتجنبها إزاي ده مهم وكمان تبادل الخبرات يعني مثلا تبادل خبرات الدراسة أو الكورسات أو حتى كتاب أو حتى فيلم مهم جدا إن أنا أشريكهم ونقعد نتكلم ممكن نعمل نص ساعة في اليوم نقعد نتبادل مع بعض وعلى فكرة لكل أم الموضوع ده بيحل موضوع للدراسة بطريقة إيجابية جدا إن أنا لما أولادي يرجعوا من المدرسة أقعد معاهم وأقول لهم هتفيدوني بإيه من اللي إنتوا أخدتوه هتفيدوني إيه من اللي إنتوا أخدتوه النهاردة فهما يبقوا رايحين المدرسة مركزين إن هما يقولي بمعلومة تفيدني ويشاركوني بيها وكمان في نقطة مهمة جدا إن إحنا يبقى في حوار دائم مع ولدنا ونسمعهم نسمعهم باهتمام مش نسمعهم وبس نسمعهم بودنا وبحواسنا وبقلبنا لما بنسمعهم بتركيز واهتمام بيحسوا بقيمة اللي بيقولوه بيحسوا إن هم عندهم ثقة في نفسهم بيحسوا إن هم عندهم الأمانة اللي يطلعوا كل اللي جواهم وبرضو لأنا لما بأعلمهم إن أنا أسمعهم كويس هما يسمعوني أكيد في أهل كتير بيعانوا إن ولادهم مش بيسمعوهم في أهل كتير بيعانوا إن ولادهم ما بيدهمش اهتمام لما بيجوا يكلموهم فالنقطة دي مهمة جدا إن هي تعودهم إن هما يسمعوني كمان ولازم برضو لما أسمعهم بأرد فعلي متزن إن أنا أسمعهم ويبأرد فعلي في مثلا حتى لو هم غلط فيه توجيه فيه بهدوء إن أنا برضو ما أقلبش عليهم إن أنا يعني ما شلش المساحة دي اللي بيني وبينهم مهم إن إحنا أنا كمان محكمش عليهم علشان هم يتعلموا ما يحكموش على نفسهم ما يحكموش على غيرهم إحنا نفسهم ما يحكموش على غيرهم